السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء مشتقات الدوالي الأسية واللغة الاتمية درس من أسهل دروس المشتقات لماذا؟ لأن التفاضل بتاعه بسيط جدا وسهل تعالوا نبدأ الدالة الأسية أو the exponential function اللي هي E power X الدالة دي أبنائي لها تطبيقات كتير جدا في العلوم وفي الحياة بصفة عامة في نشيطة المواد اللي هي النشطة زي المواد الإشعاعية وغيرها لها تطبيقات في تكاثر البكتيريا وحاجات زي كده في علوم كثيرة جدا لها تطبيقات تفاضل هذه الدالة يا أبنائي هي نفسها تخيل؟ لما طبقوا الليمت اللي هو الجاد المشتقة بالتعريف مقبود عندك هو هسيبك تشوفه على مهلك نتج أن تفاضل هذه الدالة E power X time limit هذا الجزء limit هذا المخدار يا أبنائي لما ال H يسهل صفر يسهل واحد لذلك لذلك هذه الدالة تفاضلها يسوصف إذن مشتقة الدالة القص الطبيعي بنسموها the line function the exponential function التفاضل بتاعها E power X طيب نفرض بقى أن عندي E power F of X ما هي ما بتجيش E power X كده سادة يعني بيبقى مع شوية البهارات والسفايسي بتاعتها بتكون القص دالة يعني X تربيع X تربيع نقص خمسة X مثلا أي expression في X تفاضلها هو نفس الدالة مضروب في تفاضل القص تاني نقول تاني تفاضل الدالة E power G of X هو بكل بساطة E power G of X times G prime of X أوكي؟ وهنا بعض الأمثلة البسيطة جدا للحل هوريهالكو دلوقتي بس شفاويا وهنحل مع بعض كل تمانين الدرس إن شاء الله تابعوا الفيديو القادم E power F of X هتقول Y prime equal the same function E power F of X by power 5 X ضرب تفاضل خمسة X بالنسبة لX يساوي خمسة ونرجع نعدلها ونرتب خمسة في الأول خمسة E power F of X شكرا هذا هو الحل تعالي نفاضل دي المعامل العشرة ده ما اتقربش منه الدالة تفاضلها هي نفسها E plus 3 X تربيع ضرب تفاضل القص ده بص القص ده تفاضله 6 X بنرجع نرتب الحل 6 X هضربها مع العشرة برة تبقى 60 X وخلي الإيه في الآخر E to the 3 X squared شوفوا الجمال شوفوا السهولة نفس الشيء هنا التفاضل هنا Y prime هو نفس الدلة E to the X plus X squared ضرب تفاضل القص اللي هو X زي X تربيع ده 1 زي 2 X وارجع لترتيب ممكن اسيبها كده يعني يفضل أي X expression multiplied by the exponential function just write it first and then write the exponential function in the last part of the solution يعني E to the X plus X squared خليها في الآخر قدقل سهولة قدقل جمال ما فيش تعقيد ما فيش مشاكل ما فيش أي حرم بنبدأ نستخدم قواعد التكامل اللي خدناها قبل كده يا جماعة زي أصل ضرب دلتين U dot V all prime is U prime V plus V prime U بغنينها مع بعض وقسمة U over V all prime is U prime V minus V prime U over V squared هنطبق الكلام ده على واحدة هي قدامك ضرب هي واحدة قسمة أدي مسألة ضرب وأدي مسألة قسمة وطبق عليهم تفاضل أولى آه في التانية زي أدي التانية في تفاضل أولى وحتى آه يعني ممكن نسيبها بهذا الشكل أو نكملها ناخد عمل مشترك زي ما هو أحالي أوكي آه كذلك الجزء التاني بتاع القسمة برضو شايفين خد المقام تربيع وبدأ يفاضل U prime V minus V prime U زي ما أنت شايف وحاجات يعني المسألة دي يا جماعة آه بالراحة شوية وأنت بتكتب علشان ما تنساش أي رقم وما تكتب اللي جابة صحيحة آه دي تطبيق زي ما قلتلكم في عينة من مادة مشعة وزنها بالجرام تبلغ الكمية بعد مرور تي سنة دي الكمية ده بعد مرور تانية يعني دي الكمية المتبقية المواد المشعة يا جماعة بتطلع الإشعاع الإشعاع ده بينقص من كتلتها بعد مرور زمن معين فالمواد المشعة عشان فيها خطورة على صحة الإنسان وممكن تؤدي إلى أمراض وكوارث آه فالعلماء مهتمين أن المادة المادة مشعة بكتلة معينة بعد كم سنة مثلا تصل للنصف زي آه فيه درس في الكزياء اسمه زمن زمن النصف آه يعني امتى الكتلة توصل للنصف مع كتلتها بعد زمن قدقي المهم ده مثال على مادة المشعة وتطبيق الدلة الأسية في العلوم أوجد معدل التغير اللحظي لهذه الكمية بعد مرور احنا قلنا معدل تغير لحظي لما يذكر اللفظ ده معناها تفاضل الدلة أو المشتق فرحل الدلة آه عمل لها اشتقاف طبعا دي دلة آه ايه يعني او كمية آه اللي هو لازم يقول تي هنا بالأيام بالسنوات لازم يقول طبعا في المسألة راح عمل اشتقاق لدلة طلعت المشتق قال لك والله بعد تلت مرور تلت سنوات يعني معدل التغير اللحظي هيكون عمل عوض بتيب ثلاثة طلح سالب اتناشر بوينت اتنين قال لك بعد مرور ثلاث سنوات شوف السؤال معدل التغير اللحظي ان هذه كمية هو تقريبا سالب اتناشر بوينت او جرام في السنة هذه المادة تفقد من وزنها اتناشر واتنين من عشر جرام في السنة الكلام ده امتى بعد مرور ثلاث سنوات بتاع الكلام ده بيحصل اوكي تعالوا نشوف مشتقات الدول اللغرتمية طبعا يعني اذا اخدنا دول يا جماعة اخدنا كل واحدة الاولى هي نفسها والتانية هي نفسها ركز معايا ضرب تفاضل القص هنروح على دلة العكسية بتاعت دلة العكسية يعني ايه يعني دلة العكسية بتاعت يا جماعة اسمها تخيلوا تفاضل هو بكل بصير تخيل والله تان تفاضل وده ده بتاعها او ده برهان بسيط لها ازاي جد تفاضل يا جماعة اهو يعني دي باي دي اكس للدلة لين اكس هي كل بصير تمام اما تفاضل بقى لين اف اكس تخيل الدلة بقى دي خلاص زي ما قلنا تفاضل لين اكس اما لو كانت لين فانكشن في اكس لين جي اوف اكس ولا لين اف اوف اكس هي برضو ضرب تفاضل الفانكشن نفسها يعني جي برايم اوف اكس على جي اوف اكس تعال نشوف مثلا انا عاوز افاضل اوف 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 ا هنا بقى يا جماعة لين على اكس دي نعتبرها قسمة اه نعتبرها خلق قسم الدلتين طبعا بحيث لما اجي افاضل اجيب الاف برايم او اكس اربع المقام واقول بقى يو برايم في ماينس في برايم يو هفاضل دي واحد اهوري هالي تعالوا شوف اهو اهو بدأ يقول ايه تفاضل البس في تفاضل المقام اهو اهو اه يعني في برايم يو ماينس اه يو برايم في اللي هي الدلت بتاعك القسم دي دي سي يا جماعة اهل يقول لي ايه هنختار الجي اوف اكس وختار الجي برايم وبتبق القانون المهم يا جماعة اه دي خد المقام اللي هو اكس عمله تربيع وعمل اللي هو كاتبه المختصر ده عبارة عن في يو في برايم يو ماينس اه اه ايو برايم في على اه اه ايو سكوارل توي المسألة في على ايو يعني اول برايم المهم طبق قانون القسمة وبصت ومشي واحدة واحدة ده وجاب الحل ان شاء الله في كل التمارين هنحل لكم مسائل زي دي كتير جدا كذلك وبمثال خمسة عندنا اه ايجاد ميل المماس لأي دلة بقى سواء لين ولا اه ولا اي بور اكس لان اللين دي دلة متوصلة طبعا على مجالها قادر اجيب المماس عند اي نقطة اه هفاضل اللين اهو اوجد يمر مستقيم ميلو ام بنقطة الاصل يمر بنقطة الاصل يا جماعة معناها الشكل واي كمال اي بصفر يعني اوجد قيمة ام اذا كان المستقيمة مسلا للدلة واي كمال اي على السلام عمل ايه راح والله قال ايه اخد نقطة على الدلة اي والن اي والن اي والن اي اوبر اي ده ميل الله مش لين اي اوبر اي ده جماعة هو تفاضل الدلة لين اكس تفاضل لين اكس يساوي كم حياة يا جماعة تفاضل لين اكس هو اه اه وان اوبر اكس خلاص طبعا التفاضل son de huyl عند اي نقطة ومنها النقطة ايه ولين ايه لذلك يا جماعة اخد يساوي لين اي على اي. اه كنسل اي مع ال اي مع ال اي زنوت زيرو. فلين اي يساوي واحد. ولين اي يساوي واحد معناها اي. ايكوال اي. تاني. لما يقول لي لين اي يساوي واحد معناها ال اي. ايكوال طبعا اللين اساسها اي. اي باور وون ايكوال اي. فال اي هي ال اي يا جماعة. وبالتالي انا عرفت النقطة خلاص. النقطة. اه اه هو عاوز النقطة ولا لا ايه السؤال. اوجد قيمة ام. الميل خلاص. هنروح بقى الميل اللي هو لن اي على اي وهنكتب لن اي على اي لن اي سواحد فالميل هنا بس هو ده الموضوع دي التمارين وان شاء الله نحلها كل التمارين دي ان شاء الله نحلها المرة الجاية ابدأوا حلوها واكتبوا لي في التعليقات اي سؤال اه صعب بيقف معك شكرا يا ابنائي وشوفكم على خير بارك الله فيكم